النهاردة ذكرى وفاة طبعا نجم كبير واسم كبير وشخصية كانت عظيمة خلال فترة وجوده في النادي الاهلي مع منتخبنا الوطني الكابتن محمد عبدالوهاب مرت يعني بنتكلم في حوالي 15 سنة السنين مرت بسرعة لكن مش قادرين ننسى مش قادرين ننسى اسم وشخصية وقيمة كبيرة جدا كانت عايشة ما بيننا هو الكابتن محمد عبدالوهاب يوم 31 اغسطس عام 2006 الساعة العاشرة صباحا في ملعب التتش بالجزيرة كان الخبر المؤلم اللي بالتأكيد ده كان صدمة لكل المتابعين للقرى المصرية او حتى مش المهتمين بالقرى المصرية خبر وفاة محمد عبدالوهاب في اليوم ده يمكن انا كنت موجود في ملعب التتش بالجزيرة بتابع المران وكانت بالنسبة لي لحظات مش قادر افهمها ولا استوعبها لعب بيقع بالقرب من المرمى وفي التأسيمة وما فيش اي احتكاك فجأة اللعبة كلها جريت عايزة تعرف في ايه مين يا جماعة محمد عبدالوهاب وقع في وقتها ما تحركش خالص جري واقل رياض شيتوس جاب العربية بتاعته كانت موجودة قدام جهاز الكورة في مقر النادي بالجزيرة دخل بسرعة بالعربية لغاية ملعب التتش لغاية الاخر جوة كلنا استغربنا قلنا جماعة وايه يعني احنا توقعنا ممكن يكون عنده شدة عنده اصابة لكن لما دخل وايه الرياض بالعربية ده كان فيه صدمة وكان فيه احساس ان فيه حاجة لقدر الله ممكن تكون كبيرة بصرع على طول بعد ما تحرك وايه الرياض وكان الكابتن حسام البدري وقتها كان موجود بصفة مدرب عام لان ماله الجزي كان في اجازة ودكتور ايهاب علي كان في العربية مع محمد عبدالوهاب في ظرف عشر دقائق بالزبط كان الاهلي او كان الفريق على طول موجود كله في احدى المستشفيات في الدق القريبة من ملعب التتش بالجزيرة موضوع بالزبط بدأ حوالي الساعة 9 ونص عشر قبل الساعة 11 اللي ربع كان خبر وفاة محمد عبدالوهاب في وقت سريع جدا وبدون اي مقدمات طبعا يعني البقاء لله لأسرة اللاعب محمد عبدالوهاب والدة محمد عبدالوهاب ودايما محمد احنا بنتذكره دايما محمد من الشخصيات الجميلة جدا مش هتكلم عقورة اطلاقا باتكلم على الشخصية اللي كانت لها رسائل في اللحظات الاخيرة ما استوعبناهاش وما فهمناهاش غير بعد وفاة محمد عبدالوهاب ولغاية اللحظات دي بنتذكرها قال جملة شهيرة جدا في وقتها لما كان ساعتها نادي الزفرة الاماراتي عايز يسترجع محمد عبدالوهاب بعد نهاية الاعارة وكان بنسبة كبيرة راجع وهو كان مصر يكمل مع النادي الاهل قال انا مقدرش اخلف وعدي مع النادي الاهل ان النادي الاهل عمره ما اخلف فوعده معايا الجملة دي كانت جملة شهيرة بنتذكرها بعد 15 سنة لان المعدن الطيب ده وليل جدا جدا لما تشوفه في لاعب كورة زي محمد عبدالوهاب ودلوقتي واحنا شايفين هول اللي بيحصل في الكورة بشكل عام شخصية من الصعب انها تتعوض لن ننساك يا محمد